نصيحة في دقيقة أحبة في الله باحث إسرائيلي يكتشف علاجا مهما للقلب ويقول هو أقوى علاج لأمراض القلب هل تعلمون أن هذا العلاج موجود في القرآن؟ قال سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان اقتنع أو اقترح هذا الباحث وهو غير مسلم لعلاج أمراض القلب ولتقوية القلب الضعيف أن تأخذ بضع حبات من الفاكهة مع بضع حبات من التمر مع كأس عصير الرمان هذا البحث أيها الأحبة نشر في مجلات غربية ويستخدم اليوم كعلاج لأمراض القلب وسبحان الله نفس التركيبة ذكرها القرآن فاكهة ونخل ورمان قليل من الفواكه مع كأس عصير رمان مع بضع حبات سبع حبات من التمر هذه التركيبة أو هذه التشكيلة تحتوي على كمية مهمة من أوميغا ثري ومن المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتحتوي على عناصر مهمة مفيدة للقلب أيضا وتقوي عضلة القلب إذن لا تنسوا تناول هذا الغذاء لمن لديه مشكلة في القلب ومن أحب أن يقي قلبه من مشاكل في المستقبل فليحرص على هذه الأغذية الثلاثة التي ذكرها القرآن تذكروا الآية لتحفظها فيهما فاكهة ونخل ورمان صدق الله العظيم